الرئيس الامريكي ترامب احنا بنحاول بس الاخبار انه فيه اخبار كتيرة موجودة مهم من تابع الاحداث كلها اولا باول الرئيس الامريكي ترامب قبل قليل بيتكلم على بانه يعمل في الوقت الراهن مع زعماء الكونجرس من اجل فرض عقوبات قاسية على تركيا اكد الرئيس ترامب ان وزارة الخزانة الامريكية على استعداد الاتخاذ اللازم نحو فرض العقوبات ومن الممكن السعى لاستصدار تشريع اضافي الرئيس الفرنسي ماكرون قبل قليل هاجم اردوغان واكد الرئيس ماكرون اطماء ان اردوغان لديها اطماع حقيقية في تركيا في سوريا وطلبه في اتصال هاتفي بوقف عدوانه على سوريا وانه ابلغ الرئيس الامريكي ايضا بضرورة وقف العدوان التركي على سوريا لان هذا يؤدي الى حدوث ازمة انسانية ماكرون قال كمان انه تحدث مع المتشارة الالمانية ميركل لدينا وقال لدينا رغبة مشتركة في ان ينتهي هذا الهجوم فورا وقال انه هذا الهجوم لا يمكن تحمله وسيساعد في عودة ظهور تنظيم داعش الارهابي مرة اخرى الى المنطقة اذا يبدو ان هناك امور مرتقبة خلال الساعات القادمة في التعامل مع النظام التركي التركي